بحث أمير قطر تميم بن حمد الثاني مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين جهود الوساطة الدبلوماسية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وناقش تميم بن حمد مع بلينكين مسجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وكان بلينكين وصل في وقت سابق إلى قطر ضمن جولة إقليمية في الشرق الأوسط وتأتي جولة بلينكين بعد فشل مساعيه السابقة لإنهاء الحرب المدمر التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئيسية الأمريكية في الخامس من تشرين الثاني اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك نافظة جديدة لإمكان إبرام اتفاق هدنة بعد اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في غزة صهل بلينكين جولته الإقليمية في إسرائيل حيث التقى بن يمين نترياهو قبل أن يتوجه إلى الرياض التي بحث فيها مع ولي عهد المملكة جهوده وسبول التوصل لصيغة لوقف القتال في غزة ومنع تصعيد التوتر في المنطقة ترجمة نانسي قنقر